يعني في ناس ما بتشوفش لو قعدوا مصوصة هذا السؤال يبقى عليه خمستاشر درجة للمطقة التشويس ده معنا اللي نحن بيبقى في حدود خمسين سؤال الخمسين سؤال اللي ما بين مطقة التشويس دي ارى ما تعدد السؤال في المطقة التشويس اللي هيزيد عن خمستاشر درجة في اسئلة اسمها درجة عن دروف النهاردة هتشوف شكلها عامل ازاي السؤال الواحد بعليك خمسة واربعين درجة ده جميل السؤال الاحلى بقى نحب الاسئلة كبيرة السؤال يعني اسملك راس ما كده على اسئلة ويقعد اسألك عليه اسئلة بصور يقولك طلبات يعني يقولك خش عالراوتر اعمل عليه كزا خش عالسويتش اعمل عليه كزا خمسة وسبعين درجة للسيميليشن بيجيلك جام سيميليشن ثلاثة بس سؤال من الجزاش طلبات يقولي يا باش السؤال لا يجازل حلت ثلاثين وصحة وثلاثة و بس غلط تاخدت خمسة وثلاثين من خمسة واربعين على سؤال واحدة يعني السيميليشن حلت درجة بالسؤال صح تاخدت درجة على قد تعبض السلام عليك يا سيسكو هل بقى احنان الاسالة دي الخمسين سؤال الالف للخمسين سؤال ان شاء الله كلكم هتقفلوه هتجيب الف يعني ماكسما بسكور من الف الباسنج سكور النجاح من الكلام بيكون من تنمية خمسة وعشرين والصعب عليك العكس ان تنفر حاطت قدام نفسك ان شاء الله ترجت انك تجيب الف من الف فللي بتحاطت ترجت يجيب الف من الف لو ايه هجيب تسعمية وسبعين تسعمية خمسة وتمانين اما اللي هحطه قدامه طبعا ترجت انه عايز يجيب تنمية خمسة وعشرين مش مفعش هو الطاج بتاعك النجاح فقط الطاج بتاعك التفوق وخصوصا معاك دليل المتفوق ايه دليل المتفوق معاك الامتحان نفسه زي الامتحان نفسه على الويب سايت ده examcollection.com طيب بصي لو دخلت على examcollection.com هتلاقي كم امتحانات مهولة تركز مع الامتحان هتركز مع الامتحان الدراقم ومتين مية وعشرين الامتحان ده هو الامتحان الجديد بتاع السيسين ايه هتلاقي برضو مكتبش فايلس كتيرة اسمها مية وعشرين هتناقي highest rate highest food هتلاقي الناس اللي بتخش الامتحان كل واحد يقول يا جماعة انا شايف ان ده اللي كان جايلي منه الامتحان بالنص اعلى بلس يبقى ده اكيد الامتحان ان شاء الله بإذن الله هتلاقي بلاش هتلاقي بلس بص السنداني مش مطمئة ممكن تشتري واحد ببلوس ويطلع مفهولة الامتحان اعلى ريد احلام الناس تقطيت في اعلى ريد لو الناس داخلت منهم فترة الامتحان وتقولك يا باشا هو ده الامتحان يمكن تلاقي مثلا اعلى ريد رهت في حدود تلتمية وسبعة عشر سؤال بإجابتهم النموذجية بشرح تفصيلي ليختار الإجابة النموذجية يعني يا باشا معاك الامتحان ومعاك الامتحان وشرح مخنع للإجابة النموذجية لو حسيت انك حتى مش مختنع بالإجابة عشان كلامية في زمين اسمه احمد بيك نظم اه احمد نظم عن الفيديوز بيجرح فيها الاسئلة دي متأثرة يعني تأثمها في فيديو السويتشين فيديو عامل تسع فيديوز عن يوتيوب تسع فيديوز دول بيش رحلهم السؤال سؤال بالشطح التفصيلي الموجودين ان الجال بداية هون هدروب هدروب عالدة عامل ايه ده احنا عامل بيعمل عاملات كتير قوس حتى ننزلت الفيديوهات بيجرد عامل ايه حاول فيديوهات احمد بيك نظمي ايه حاجوه فهدروب تسع فيديوز بيشرح كل فيديو اه توبيك من توبيكس بالاسئلة بتاعته وانا بيشرح اسئلة مش بيشرح شرح نظري بيشرح اسئلة اه للإجابة دي اللي هو حالة محتاجة بعض التفاصيل بيحكيها فهدروب ايه ايه ما عندكش يعني ايه حاجة تخليه متشوفش الاسئلة دي قبل المتحان السؤال بيجي بالنص زي ما هو مكتوب بنافس الترتيبة الناس في الامتحان بتختار قصة من الإجابة صح وكايفتو دي بصوا اه هو يعني بيتشبه كده لك يبقى لي سؤال الإجابة سي تكفي وبعد كده يرجع احتياط عشان قلبه يتطمن مثل اسئلة وفايدتها غير ان هي هتجيلك في الامتحان بتديك غبرة في الكورس يعني ايه بقى؟ يعني يا بقى الكورس انا شايف ان عليه خمسين في المية بس اه؟ خمسين في المية بس؟ ايوة؟ وحلت للاسئلة بالخمسين في المية التانية يعني ايه؟ يعني لو حلت الاسئلة بتاقي نفسك فهمت الكورس دابلي ان لو انت فاهم حاجة ما احنا بنحكيها حلو ده كده؟ ده برد لو حلت الاسئلة بقى هتفهمها اكتر واكتر ليه؟ الاسئلة بتبقى عبارة عن سيناريو؟ سيناريو دي وضح لكن احنا كنت تشروحه ده ايه الاهداف منه؟ بشكل اكتر عملية وعليه؟ تحلك لترتمية وصع 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 الدول ونديك إسبرينس متين المليانين يعني إسبرينس اللي اخدناها في الكورس قدها مرتين هدخلها لما تحل كمان عليها الاسئلة عايز تحل اسئلة اكتر وتتمرم اكتر فهم اللي قصة إسبرينس في ويب سايت للاسئلة بتاعت اسمه تسعة تيوتوريان دوت كومي يعني متكملش تيوتوري اللي هو تسعة توت ده هتلاقي برضو عنده اسئلة بس مشارط كل اسئلة دي بتيجي في الامتحان بس هي اسئلة عن افكار اسئلة السيسين ايه من قديم الازالين بصد تجرب نفسك متقسمة برضو سويتشين لو عايز تجرب هتلاقيه سهل قوي سالس في التعاون بتاعه فعندك ده ويب سايت عشان خاطرة تقعد تجرب نفسك عليه اما ده ويب سايت اللي بيجي منه الاسئلة الامتحان في انا اخر اخر او اعلى فوت ولا بيجي فانم منه الامتحان هيحتاج بس منك الامتحان ده عشان خاطر تنزل اسئلة الامتحان بس تعملها ده من لود ليه؟ الترتمية وسبعتشون السهلات دول اللي موجود على اجزام مش بسهولة الدخول زي قد لها الاسئلة ولا بعض تيجي شوف اللي بعض تيجي شوف اللي بعض سهل على نوبسك الترتمية وسبعتشون السهل دول بس عشان خاطر عايز يعمل لك انك انت تحس انك قاعد في الامتحان وساعتين بيعدوا عليك ويجديك سكور في الاخر وباست وفين فمحتاج تنرزل الامتحان عشان يديك الايحاق بالامتحان الامتحان محتاج تنرزلها مع الفايل اللي هتنزله على exam collection application اسمان virtual certificate exam virtual certificate exam يعني هيديك الايحاق انك قاعد في virtual exam بالساعة والتوقيت بالسكور ولك فاظت ولك انت كولك تحلت الفلوس ومحتاج شوف سواء البلستايل بديع الامتحان كده انت ماشى الله متمره على امتحان يا باشر البرنامج ده هو هتنزله من على exam collection لو نزلت البرنامج ده من نجزات collection مش هيشتغل معاك هيشتغل لما تدفع فلوس واحنا مش هيشتغل ندفع فلوس وعشان كده بك البرنامج ده نزله من على group من الجروبات المهمة جدا فان نتورك هو احلى واكبر جروب حاصل فاصل عن الجروب الجروب اللي محدش راضي عبره ومحدش فيكم بيخش عليه مع ان الطعمية في جميلة الكنتينة اللي محدش بيحضره بصة ماشى الجروب ده هتلاقي عليه لينكات لفيديوهات احمد نظم هتلاقي عليه لينكات لاخر فوت او اعلى فوت من انتحان السيسينية ال VCE هتلاقيه موجود عليه بالكراكو ده ومشتغلش عندك اكيد متاكد انك اتبعت التعليمات صح اه اعمل في الكراكو السيس بيتشتغل بيه عايلة مش شتغل صح ما بنتش يفتح الترفيه ما كراكش صح كده كراكو مشتغلش لا يبقى فيها حاجة غلط في الخضاءات انفع السيسينية كراكو مشتغلش صح كراكو كراكو كدا صح كدا مش كراكو طيب فده الويب سايت اللي هتلاقي عليه الحاجات دي اتمنى اتمنى انك انت اه يعني تخش على الجروب ده وتشارك عليه مش معنى مفيد انا بصراحة حزنت لما عادت معكو فترة في الكورس قلت بص مين من الناس الموجودين مشتركة على الجروب قيت 50% من اللي حاضرين بس مشاركين على جروب حبيتشوف اهتمامات ال 50% بقى ايه واختداخل وعمل سرش على بعض الازامي منكو قلت اشوف اترا ايه اهتماماتهم بقيت اهتماماتك جريبة جدا جدا عارف في ناس دخل على جروب اسمه ايه في ناس دخل على جروب زغزغني فكوعي وامسح لدموعي بقى زغزغني فكوعي احلى من الجروب ده ده جروب ده في عين التاني زغزغني فكوعي ايه يعني اتخيالها كده وامسح لدموعي بقى تهبيب حبيت اشوف بعض الاهتمامات الاخرى وبالذات البنات اشوف ترى ليه مدخلوش عن جروب بتاعنا لقيتهم وانتهم بجروب تاني خالص جروب اسمه يكشيولع يكشيولع طب يعني احنا بان دبيل فانزة لا يكشيولع اه اغلف الجروب اللي اسمه يكشيولع قصة واحدة نفس القصة المختبصة حبيته سنين في اخر السنين انتو ما يستهلش وفي اخر جملة يكشيولع وهو برضو شفت هو عامل ايه حبيتها سنين وان لقتها ما تستهلش يكشي تولع يعني جتم بيولعها ببعض اي جدعان ميصح بسو الكلام ده بيبقاش يعني غسلنا كده منشور قدام الناس عالجروبات الجروب ده رطيف وحاول تخش عليه قلطف كتير من جروباتك باش انت مساجل اني جروب يا باش اسجل دو يعني برضو مفيش فايدة طيب فاعدا يجب ده مفوض عليك كل الفايل فيه اللي دخلت عالك روك شفت الفايلز هتقى ان شاء الله حاجاتي طيب كويس جلبة قلطف اي احنا عندنا فيه خمسين سؤال حيقولك من وسط دولي من وسط البرتومان سبعتاشر انت زكرت البرتومان سبعتاشر عشان مش دهم اني خمسين منهم حيقولك ولكن فيه مثلا ثلاثة سيميلاتور هتقيم فوسط البرتومان سبعتاشر مفيش جيرهم بس ثلاثة سيميلاتور دولي هم اللي بيجوا على طول الدرجان دروب مسلا هتقيم بتاع عشرين درجان دروب بيجيلك منهم خمسة ففيه بعض الحيات تبقى تليها سهلة ان شاء الله انت لما تعرفها تديك خبرة اولا تبقى جاي من الامتحان بشكل مباشر باستانيان عام يجيب نفس الشكل بالظلط ساعتين بس المصريين في الجالب بيخلصوه نص ساعة تيه مره مصر افل الامتحان ده في ست دقاية وجاب الف من الف سيس ونفسها الرجل يبتس افل الامتحان ده مصريين 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 بس هو حلف حلف مصري كان مدين الامتحانة قبلها ايه ماشا كان مدين الامتحانة قبلها اه مدين الامتحانة قبلها مهمش حد ديه برضا عشد كده حلو دي انا احب الدجاجات طيب يوقع الحرب دي احكي سين الامتحان مصريين 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 طيب لو حابت احجز الامتحانة قل عشان تحل الاسئلة وتتمرر على الاسئلة وكلام منها يوم ما تحبت احجز الامتحانة سوري مشاب عايز تعرف اقرب مكان لبيتك خش على الويب سايت ده بيو جي دو دو كوم لو دخلت على الويب سايت ده دي الشركة الراعية لامتحانات سيسوين يعني برضو هتلاقي لازم ايه كل شركة اه عامل لها شركة راعية عشان تخطط رايح دماغها وهو مرضو خص خص البيزنس يعني فالشركة في بيه اه الشركة الرسمية اللي بتتعامل مع جميع انتحانات سيسوين في الشركة غيرها في العالم بتعامل مع انتحانات هتخش على الويب بيو جي دو كوم هتدور على نصر ايه شيء هتلاقي فيه اماكن كتيرة ممكن تمتحن فيها اقرب مكانين دينا هتلاقي ورا بيه بزهر طعب بيس العقاب في مكان هتلاقي في مقرم بيت في مكان واخر الشارع اخر الشارع انا مصطفى راحاس في مكان يعني حتى نفسك متحول من جميع الجهات باماكن تقدر تمتحن فيها امتحان كام؟ الامتحان لو انت حجزتوا على الويب سايت هتحجزوا بيتين خمسة وتزيين دولار ايه ده بيتين خمسة وتزيين دولار اطلع مصاده عامي اطلع مصاده عامي 2500 جنيه عشان انا احضر انك مثلا دنيا حلاوة النجاة هايطلع مصطفى ده اطلع مصطفى ده اطلع مصطفى ده اطلع اطلع الشركات حس يعرفوا يجبنينا هجبين ديسكانت ازاي؟ رقم جدا حاجبولك هتخطه في الويب سايتدول هايتمكباشا دولي بدل فيديك خمسة وتزيين دولار وجبه مثلا مية وخمسين دولار جبه مثلا مية وسبعين دولار يعني نزلتك الرقم على حسب ايه؟ على حسب الوفر اللي هناعرف نويب ساوليش ممكن يبداع بيتم اه ممكن يبداع وليه؟ انت ممكن تبينت مبيعه طبعا انت ممكن تبينت مينب كام باستركمان ووتبينه او اى وحد او واربامين عاد جدا مش مشاكل دا رجال يكسىك فيادك اذا ممكن تبين على عشرة وتاخد انت حماك جاي انت في اياه جدا تبينه اجينا موسوا وعنجبنا الوفر واحد مزاميلكم رجال مزاميلكم هو رجال قال له لو جيمت لي عدد كبير حاديت كوميشن قال له كوميشن دا كان قال له خمسين جنيه من جنيه. قال له خزمها للناس. يعني خزمها للناس مش دانة. شوف تزميلك فكر زايد. وانت متفكر زايد. شوفت ده؟ يعني احنا نحاول نوسمع الدور تقول له هادي. طب احنا احنا كميشن كام. تودينا كام واي مبلغ. لو انت اللي استفدت بيه افيد لك. فاحنا هنحاول بس نعمل دي. بس متقولش. يعني الكلام ده عشان رجل اجيلي بكرة اقول لبقى. احد تقول الكلام ده. ايه ده هو ده عشان احنا هندحك عليه. بقول له كميشن كام. عشان اخصامها. بقى رغوب ابو سيدة. بلاش بلاش الحركات ايه. طب. فحنحاول ان شاء الله بس نعمل بكرة وبعض كتير. بكل ادفعنا لك مع الحد. اجيب لينا دسكاونت اه معسل خمسة في المئة. اربعين في المئة اي حاجة. انت اكيد هتستفد بيهم ده. طيب. عايزين لك النهاردة ما هنشوفك. هتجيب كم من الف. النهاردة اللي هتجيب الف من الف. هيتعزم يا جماعة على الكافيتيريا حتى لو هيخدت الدولة. يعني اللي هيقفل ويجيب الف. اخدت كميشن. بص. قول لي بس مكانك فيه. ما يبقى عدتك كردين الحاجة السقعة والكمشين والغلقات والثلاجات على مجد. بسبب ان اللي هيقفل النهاردة مش هعرف يجيب اكتر من تلتمية من الف. ليه؟ عشان عدد القسيرة وصلة قليل مش هوساك الالف. فانا عشان كده واسط هنالبش هجيب الف من الف. فلجيب الف من الف دي جايزة عند النهاردة. حالف. صادق ميجربة ده. تحول السؤال عليه 15 درجة. هتشوف مين اول واحد هيجمع 15 درجة. فكر واتلوبش. يعني فكر واتلوبش. وانا بقى نحاول لك ايه بسلا؟ جام واحد اختار الاجابة ايه؟ جام واحد اختار الاجابة بيه وليبدأ. اللي اختار الاجابة الصح؟ هيدن نفسه في السؤال ده 15 درجة. يلا عشان تجيب القلب. عشان تبعالتك الزلاد عددين. ها؟ ايه باشا؟ ايه باشا؟ ايه باشا؟ اه بس هو كل ناس هجيناك يقول لك مش شايف السؤال مش شايف لجامة. ببا يرواني كده اللجامة صح ايه؟ يعني حرفتها تم اعرفها. بس عايزة الناس موسا. هم هم يقروا لجامة سبب. بعض الناس مننا عندهم مشاكل في الانجليزي. مش في الانجليزي. يعني يقولك لو انت شرحت السؤال هعرف الحلقة. انا مش هبقى معك في اللي انت حال. لازم انت تعود ان انت تحاول تقرأ من بعض الكلمات اللي عارفها في الانجليزي. السؤال بي ايه السؤال? انا هعرف بالسؤال. بس اديك فرصة الاول? انت تقرأ اول معنا بساني. بس الكيز دي عبر عين? مبنين? في السان خوزيق. من هي سان خوزيق? السان خوزيق القرية الزكية في امريكا. اقل جركة. اقل جركة. واخداماتنا في سان خوزيق تعمل ارباح تلت اربعة مليار دولار بس. يعني ده بالنسبة لكده شركة صغيرة. اربعة مليار دولار بس في السنة ده شركة زيئة. وعشان كده. وانت بتحيل السؤالة. الله ما ما قالكش شركة فقيرة. ما قالكش نوع بيشحته. وما تختارش فارس حاجة رخيصة. ليه? بقى احنا ما اختارو? اختارو. قالكش من انه يوفر. مين قالك هما دي يوفره? ما انت الاعيل. ايه ده? لا. انا اعيلك ايه? لما يبقى الحل اه تكنيكالي. ينفع. لا. ينفع ده اختار الارخص. بس هنا هتلاقيه حاطط لك شرك. عشان تختار حل تكنيكلي. مالوش ده عخص بالسنة. بصي ويقول لكي بقى. حاس المعروض. مجمع مباني سان خوزيق. يعني خلوس. يعني شهر. يعني المليارات. يعني تكسب ناربعة مليار. غير هاتف اللي بيبح شكلات. مست بي. مست بي كونيكتب تيوز ايثرنادي. من اخر هو هيتطلع عايز كابلة ما بين المبنين ايثرنادي. واحنا ماخدناش غيرها ربعة كابلات ايثرنادي. utp. stp. single mode fiber. monty mode fiber. هم دولة البعة كابلات اللي بيشتولوا في ايثرنادي. المبنائيين في سن خوزيق. كامبوس. يعني ما ايثرنادي. ماشي. with the bandles of at least 100 megal bandles 100 megal ايه كابلة تنفى 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 ايه كابلة ينفى باي الكتابات ينفى اي سوري الكابرة ينفى والفايبر ينفى الفايبر بس امتى يسبى في 100 كاجل مش 100 megal الفايبر ينفى بس لو 100 كاجل اما لو ايه 100 كابرة ينفى والفايبر ينفى ناس يمتكروا تسمعها مية بس اف ومية بستي مية بس فايبر مية بستي طيب أيهو بقى companies is concerned about الشركة مهتمة بي possible problems from which potential differences between two buildings لازم هتلاقى في وسط السؤال حاجة تقول لك الاجابة الصحية اعنى الفكرة هو مش عايزة سقطتك ولا ما كانش يخلي التوكتو ماشر سؤال يجيه منهم خمسين هو نفسهم اتعدي فهو هيوضح لك السؤال سايح ممكن تقول قصة ملتاوية شوية بعض الناس تكون بتطلقبط شوية بس يصدقني الي بيقول ان الشرح حاجة وان الاسئلة حاجة اضطان جدا الشرح والاسئلة ممكن يحسنهم بس انت تكون احدك شوية وتعرف تصبط الشرح مع الاسئلة فيقول لك يعني دي مشكلة كهربة ما بين ببنائك وهي دي مشكلة وحدة علي ما لكش يا باشا عندي مشكلة فلوس ازمة اقتصادية ازمة مالية ما كافش يسبد اي حالي قال لك مشكلة كهربة ويتش ميديا طيب يعني كبر ويرس فورتك واناكشان ايه انسب حال انت كنت تخترحه معا ايه ان في مشاكل كهربة خلي بالي يا وحفرنا ومدينة كابل غرب وتقصلك بمشاكل كهربة دي تكلفة زيادة وخصائف للك لازم مما تاخد القرار تبقى شايت ان القرار ده مش ههابك بشاكل مش هنطلع نحفر تاني ونطلع كابل ونطلع كابل ونحط مكان قابل تاني فلازم نختار من الاول خالص الاجابة الاصحة ايه هو الاجابة الاصحة كام واحد اقول يودي بي كويس انا حاشا يودي بي ازمان يودي بي لا يصلح تماما ليه؟ ده يودي بي ده لا بيتأثر افنية بمشاكل الكهربة وكويس ان محدش اختار كواكسل ليه؟ كواكسل ما بيشتغلش خالص دلقتي مع الاجابة كواكسل فان ايام زمان خالص كواكسل هو كابل التشر كام بيشتغل في الناتوكسل بس دلقتي بيش غريكابة طيب عندنا كده الشكل وفي اختيارين ما هيارهونا شوية شيلد كابل محني شوية شيلد محني شوية وكابل الفايبر اللي بيبقى معزول تماما عن تشاكل الكهربا اصل فايبر كانت ايه ده فوائد ايميون اجلس الالكتروماجنتيك انترفيرنس هاير سبيد ولو جات لك اي سؤال في اختيار فايبر بنختار هي دي المفاجأة فاكر لو قلت لك اول سؤال حيجي لك الاختيار دي فاكر ولا ناسي راجع كشكولك وانت تعرف من انا خشيش لك السؤال ده لك هجيب لك السؤال هي بتاع الاختيار دي هو ده هو ده اول سؤال طيب ايه راجع بقى تفتكر الاختيار الصح ايه ساشا ايوه من اختيار الصح كام واحد يقول ان اختيار مع العلم ان في اول الانتحان بيقولك ايه بيقولك اذا وجدت اكتر من اجابة صح فاخترن اصح انت معقدة ليه معقدة ليه معقدة ليه لا ايه سهلا انت جدت صحة من الاول بتاعقدش الانجابة الصحة يا جماعة البرنامج الاسم البيسي ايه حالا بحيد الله هارضة الاجابة الصحة اللي تخط ديها خوشت عشر درجة مفادئة لو جاوبت اي اجابة غير دي الصف في الامتحان في الاجابة الصحة المفادئة الحلوة انك لو غلطت في السؤال ده مش مشكلة انك انت شفت الاجابة الصحة بالامتحان ده معنى بص كده انت ده في الامتحان جالك السؤال ده تختطي مش هتيرى اصلا هي حلاوة التلاتمائة وسبعة اخشان سؤال التلاتمائة سؤال سؤال بيسمون الباس فوشور يعني النجاح الاكيد ان شاء الله ولا حدا بتدفع ولا سؤال برا ثانيا ولا سؤال تاتيت حتى مختلف خالص انت باع الناس انت حساوح بص هو الامتحان بيزيد عليه تلات اسئلة بيضايف تلات اسئلة مرة كل شهرية ايه بطلق حاصدك يروحش بس ان يوم تغير الامتحان هو ايه امتحان بس عجيلة كانت اسئلة متعرفش بزكائك وبفطرتك المصرية او من عارض من مثل الجورس تحاول تخبى فيه هتجيب سؤال منه هتجيب سؤال منه تغرض واحد يعني جبت تسعمائي خمسة من هتنالف بيزيد هيه لاازم اللي بيزيدة اخيانا ايوا تهل؟ ما بالظب مرتجيب England متعرفش فاليجابة صح؟ خلاص مشتنس pein اصلي ايه؟ اصلي الحلاوة اللي ننيرد الاسئلة او البرامج دي اللي هي مرتبع عن الامتين تغرضوا بيه وعليها بالجاي امتحان بس مش كده امتحان على الورد جوع وجاهز وعليه اسمك وايديها هتختار ساعتها ايه دي وعجبها لك ايها ايها دي ايه بش لان الفايبر اميون الشيلدد محمي شوية حتى بساعدة يوتي بي مش محمي الاستي بي بي حمي شوية الفايبر بيعمل عصر جامل من قلع من تبدي ده الوحيد اللي انا ع MIL هو كده الفين اقول طيب فكرت في ايه كدها انه واعيا تقول فكرت في حل تاني ليه ام 2016 ولو حصل مسلا انك عندك مشابة مسلا ازمة مل candid والمسافحيينك اتنفع مسافة ال خمسة و خمسة مليتك اتنفع ايه كاب فأقول لك وعايزين حل الارخص ايه في الاخر ايه? الكوست او قال لك ايه? قال لك مشكلة كهربة صغيرة مشكلة كبيرة. انا عشان ما حددش فانا هنفترض ان هي مشكلة كهربة كبيرة. في الاخر لازم الحلت اصحي انا انا عن نفسي لو تزادل انا مستحيك والتخاطر. طمام قالوا لي ما بينه ما بينه فيه كهربة كهربة اخضر احط الكهربة شديد. مستحيك والتخاطر. ليه? انه ممكن يخسر مشكلة اضطر احطه تاني. خدفع فلوس تاني. وشير الكابل واني ورح مادة كابل جديد وادفع فلوس اكبر. حتى نفسك الاخر مستحسب عليك كزيرة. انا عن نفسي عشان ما اخدش فزق. اطم الاول فايبر لو في التزام بجدد. طيب. قولي يا باشا. اسرائيل الجاتل هنا من ايه? الايه تاني قولي. اه. 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 بس شما انا سغيرة حسانة الرخوزية دي بولتر ارباح اربعة مليار. ميلا. طيب. خمسة وخمسين متر فايبر. مش رغاني يعني. خمسة وخمسين متر فايبر. مش مش رقم برضه تبين. ايه هو ايه للك حدها مسافة سغيرة. امسافة سغيرة. هتلاقي الكابر في 2004. هتلاقي الكابر 105 جنيه. الفايبر رح تكام بخمسة مية وخمسين جنيه. اا ا том اف جنيه. فبرضو اجشك لمسانة الرخوزية. الف جنيه. ولا حد. كمس و خمسين متر مش مسافة كبيرة إلا كده اتوا حدثوا عليها بلوس كده ماما برضو الخبر الحلوي إيه الأسئلة واللي إجابة اللي وزي جاي بتعيدها هي دي اللي لازم تتحرك في المتحان يعني بيسموا الأسئلة دي ساعات الدمبر يعني إيه دمبر الدمبر الدمبر دمبر 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 يعني إيه دم؟ بدون مخ بدون مخ هي دي اللي جاء الصح يقول لك إيه؟ هي دي اللي انت حتجواب دمبر هو كتن حبس يعني بس عاب يسموا فيه إيه حاجاتين شيت شيت يعني شيتات الغش إلا كنت تقع بتجيبه وكوداني إيش انت أتعروا بس إيش شرائي إيش شرائي هاي وزعاب يسموا الدم الدم يعني إيه دم بدون زكاة يعني يقول لك إيه؟ بجموة تفتيش بتتزكاش هي الإجابة دي الصحة بس ستتنى بتتكبر إنك إيه بعد كده لما فعل يبع عندك مشكلة كارابة الصحة فيك أحسن بس ستتنى بس أقوم بس ستتنى بس ستتنى بس الغش آقوم بسس اشتركوا في القناة 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 طي تعال نشوف الاختيار الصباح